السيدات والسادة أود في البداية أن أعرف لفخامة الرئيس بوتين عن تقديرنا البالغ لحفاوة الترحيب وقرب الديافة وسعدني أن أتوجه اليوم في دورة الثانية للقمة الروسية الإفريقية التي تشرفت إلى جانب الرئيس بوتين بإطلاق نسختها الأولى بشكل مشترك عام 2019 خلال رئاسة مصر الاتحاد الإفريقي حيث صغ هذا المصار إطارا مؤسسيا مستداما يليق بحجم وعمق الشراكة التاريخية التي تجمع بين الدول الإفريقية وروسيا وتأتي قمتنا اليوم في ظرف دولي بارغ التعقيد مناخ عام يتسم بدرجة عالية من الاستقطاع والتغيرات التي بثت تمس القواعد الرئيسية والتي يبني على أساسها نظامنا الدولي بمفهوم الحديث وتقف دولنا الإفريقية في خدم ذلك لتواجه عددا ضخما من التحديات التي لا تؤثر فقط على قدرتها على استكمار ما صارها التنوي وإنما تهدد محددات أمنها وحقوق الأجيال القادمة وبحيث باتت شعوبنا تتساءل بشكل المشروع عما لدينا من أدوات وما نقوم به من إجراءات لتصدي لهذه التحديات وتأمين مستقبل آمن له السيدات والسادة إن مصر كانت دوما رائدة وسباقة في انتهاج مصار السلام سلام الأقوياء القائم على الحق والعدل والتوازن فكان هو خيارها الاستراتيجي الذي حملت لواء نشر ثقافته إيمانا منها بقوة المنطق لا منطق القوة وبأن العالم يتسع للجبيع واسمحوا لي من هذا المنبر وبمناسبة قمتنا اليوم أن أطرح عليكم رؤية مصر بشأن الظرف الدولي الراهن وكذا أهم المحاور التي نقدر أهمية التركيز عليها كأساس لتعمق التعاون القائم تحت مظلة شراكاتنا الاستراتيجية أولا إن الدول الإفريقية ذات سيادة وإرادة مستقلة وفاعلة في مجتمعها الدولي تنشر السلم والأمن وتبحث عن التنمية المستدامة التي تحقق مصالح شعوبها أولا وتعين أن تبقى بمنأة عن مساعدة الاستخدام في الصراعات القائمة ثانيا إن صياغة حلول مستدامة للصراعات القائمة في عالمنا اليوم يتعين أن تتأسس على أهداف ومقاس المساق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي بما في ذلك التسوية السلمية للنزاعات والحفاظ على سيادة الدول وواحدة أراضيها بجانب ضرورة التعامل مع جزور ومسببات الأزمات لا سيامة تلك المتعلقة بمحددات الأمن القومي للدول وكذا أهمية الامتناع عن استخدام الأدوات المختلفة لإسكاء الصراع وتعميق حالة الاستخدام ومن بين ذلك توظيف العقوبات الاقتصادية خارج أليات النظام الدولي متعدد الأطراف ثالثا دورة الأخزة في الاعتبار احتياجات الدول النامية وعلى رأسها دول القارة الإفريقية فيما يتعلق بنتدعيات شديدة الوطأ على اقتصاداتها جراء الصراعات والتحديات القائمة وبالتحديد في محاور الأمن الجزائي وسلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة وأكد في هذا الشأن أمية إيجاد حلول عاجلة لتوفير الغذاء والأسمدة بأسعار تساعد إفريقيا على تجاوز هذه الأزمة مع البحث عن أليات التمويل المبتكرة تدعم النظم الزراعية والغذائية في إفريقيا وانني لا أتطلع إلى التوصل لحل توافقي بشأن اتفاقي تصدير الحبوب يأخذ في الاعتبار بطالب كافة الأطراف ومصالحهم واضح حدا للارتفاع المستمر في أسعار الحبوب رابعا تحتم التطورات الدولية المتلاحقة وتدعياتها التي باتت تنس كافة أرجاع عالمنا وجود صوت إفريقي مؤثر وفعال داخل المحافل الدولية القائمة ويعمل على إيصال موقف الدول الإفريقية ويحقق القدر المطلوب من التوازن عند مناقشة القضاء ذات التأثير المباشر على مصالحها ودني أعرب هنا عن تطلع مثل أن تحزى المطالب الإفريقية في طارب جموعة العشرين وكذا مساعي إصلاح المؤسسات التمولية الدولية بدعم الشريك والصديق الروسي أسادة الحضور أن الوثائق التي ستصدر عن قمتنا اليوم تثبت وبحق عمق العلاقات الاستراتيجية والروابط المهمة التي تجمع دولنا الإفريقية بالجانب الروسي فضلا عن الآفاق الواسعة لتعزيز العلاقات القائمة بيننا لا سيما في مجالات محل الاهتمام المشترك وعلى رأسها تعزيز السلم والأمن ومكافحة مهددات وكذا تفعيل مسارات التنمية الاقتصادية بالتركيز على خطاعات البنية التحتية والتصنيع الزراعي والتحول الصناعي بالاستفادة من التكنولوجيا الروسية هذا بالإضافة لتعزيز السلات الثقافية والروابط التاريخية بين شعوبنا وإنني أؤكد في هذا الصدد التزام مصر باستمرار انخراطها بشكل جاد ومخلص في جهة تعميق شراكتنا الاستراتيجية إيمانا بالفرص ومساحات التعاون الواسعة القائمة في إطارها وذلك من خلال تسخير الأدوات والإمكانات المصرية على المستوى الوطني عبر تفعيل التعاون القام بين الشركات المصرية ونظيراتها الروسية في المجالات ذات الاهتمام المشترج وعلى المستوى القري من خلال رئاسة مصر للجنة التوجهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية أن يباد وكذا ريادة ملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد الصراعات على مستوى الاتحاد الإفريقي لتدعيم جهود تعزيز السلم والأمن وتحقيق التنمية وختاما أتقدم بالشكر مرة أخرى للروسيا ولفخامة الرئيس بوتين على عقد هذا المحفل وأعرب عن التطلع لإستمرار التنسيق في إطار الشراكة المحورية القائمة بيننا متمنياً للشعب الروسي وكافة الشعوب الأفريقية دوام التقدم والإزدار وشكراً يا فخامة الرئيس فإن العلاقات بين روسيا ومصر على انتداد العقود لها طبيعي استراتيجية هذا أمر واقع فلا يهمنا ما تنص عليها الوثائق يهمنا الحقيقة والأمر الواقع الذي يقول إن العلاقات الروسية المصرية هي العلاقات الاستراتيجية في مجال الاقتصاد والسياسة لدينا المشاريع كبيرة مشتركة فأريد أن أعود إلى ما تطرق إليه زميلي بخصوص سياسة وبرامج الأغذية العجز في الأغذية والاسعار أريد أن أكرر السعوبات في الأسواق الطاقة والأغذية ظهرت ليس الأمس وليس على خلف تغازمتها الأوكرانية بل ظهرت في أثناء مكافحة وباء كورونا عندما الكثير من الدول المتقدمة السنعية من خلال إخلاق ووقف عمل المسانعة بالأسباب الصحية البطرية اضطروا إلى دعم مواطنيهم وسكانهم ولكن بأي طريقة في نهاية المطاف يختاروا طريقة تبع وتداول المال النقود في أمريكا كانت بالمقييس الجبارة وفي الاتحاد الأوروبي شوي أقل فإن الأوراق المالية المتبوعة استخدموها لشراء المواد الغذائية في الأسواق لذلك الأسعار ارتفعت ذلك مرتبط بالسياسة غير المحسوبة وغير المدروسة بدون أي حجج للاعتقاد بفعالية هذه الممارسات تبعوا هذه الممارسات وفي نفس الوقت في الطاقة لجأوا إلى موارد صديق الألبياء خضراء بسياسة غير المدروسة والخطة غير المدروسة وذلك عكس على أسعار الطاقة هذا خطأ بعد خطأ أشياء جذرية هيكلية قلبت الأمور رأسان على أوقب في سوق الأسمدة وسوق الطاقة ها هو السبب لارتفاع العصار في جميع المجالات ما يحدث الآن في أوكرانيا ذلك عمل محفز لما يحدث ولكن السبب الحقيقي والجذري هو في الممارسات النقدية وسياسات النقدية المالية سياسات في مجال الطاقة غير المحسوبة في دول الخربية ها هو السبب لارتفاع الأسعار بما في ذلك في سوق الأغزية وتابعا علينا أن نفكر عما هو على السطح أقصد بذلك الأزمة الأوكرانية ونحن سنناقش ذلك لاحقا شكرا على خطابكم والآن أنقل كلمة إلى رئيس دولة إريتريا السياس أفي بوركي تفضلوا ترجمة نانسي قنقر